مشاهدين يا صباح الخير وبنبدأ على طول بفقرة الصحافة وحيكون معانا قولنا وورنا القتاز محمد طلعت الهواري الصحفي بالمصر اليوم صباح الخير. طبع خير يا شريف. مستعد للعدة التنازلي اه طبعا. اه طبعا. خايف مرعوب وكده ولا ايه? لا خالص محايد. محايد مش خايف مرعوب يعني. لا لا خالص. خلي بالك. هنبتدي على طول من عروين الصحافة نعرض عندي حقيقة فقرة سخينة جدا لنعروين سخينة جدا. هنبتدي من مصر اليوم صفحة واحد. الجلسة السبعتاشر لمحاكمة مبارك. ضحك ودموع ومشادات. المصر اليوم الصفحة الاولى. الجهرين توقعت اسليم حسين سالم وابنه خالد خلال ثلاث شهور. من الاهرام صفحة واحد. القرآن يكفل حقوق المواطنة ويجرم الاتهاد الديني. المصر اليوم الصفحة الاولى. انقلاب في التحالفات. تنسيق بين النور والكتلة والوفد للفوز برئاسة مجلس الشعب. من الشروق صفحة واحد. المصريون يطاردون يوسف بوتروس غالي في كلية الاقتصاد بلندن. من الاهرام الصفحة الاولى. منع ايمن نور وممضوح حمزة من الصفر. من الشروق صفحة واحد. رفع معاش اسر شهداء الثورة الى الفين سبعمائة وخمسين جنيه. الاهرام الصفحة الاولى. تلت احتفالات كبرى في الذكرى الاولى لثورة خمسة وعشرين يناير. وختامة من المصر اليوم صفحة ثلاثة مصر تطالب واشنطن بتفعيل وعودها الاقتصادية وتحذر هذا وقت نعرف فيه العدو من الصديق. الجلسة السبعتاشر لمحاكمة هو طبعا الحدث الاهم تقريبا بعد بعد الانتخابات وبعد الاستعدادات ليوم خمسة وعشرين يناير هو محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل عمال اللي هارب حسين سالم وحبيب العدل وزير الداخل الأسبق وستة من المعاونين. في قضايا تتعلق بالفساد المالي وبقتل المتظاهرين. امبارح كانت الجلسة السبعتاشر في المحاكمة. المحاكمة شاهدت الحقيقة يعني اولا بعض المشادات بين المدعين بالحق المدني في فكرة مين يتكلم الاول ومين اللي يمثل مين. يعني كان فيه برضو نفس المشاكل بتاعة التنسيق اللي كانت موجودة في بداية المحاكمة. في نفس الوقت كان فيه بعض الافهاد كده تقالت يعني والناس دي حكيت عليها. ولكن الامر برضو لم يخلو من الدراما وممثلين حقيقيين لأسر الشهداء وكانوا في حالة بكاء وانهيار تام خصصا هم بيشاكين قدامهم يعني الرئيس السابق مبارح لأول مرة بيدخل القفص لكن مش على المحافة الطبية ولكن على كرسي متحرك يمكن دي اول مرة تحصل من بداية المحاكمة. في نفس الوقت كان طبعا علاء وجمال طول الوقت بيحاولوا ان هم يعني يخفوه عن عن الانظار. المحاكمة اتأجلت اليوم سبعتاشر وفي نفس الوقت هيبقى في حوالي خمسة وعشرين جلسة علشان نسمع بقى المرافعة بتاعت الدفاع المتهمين. مقسمة بين المتهمين. مقسمة بين المتهمين. لحد يوم ستاشر فبراير وبعدا وبالتالي اعتقد ان الكلام اللي كان بيثار في الفترة الاخيرة. مقسمة يصدر حكم قبل خمسة وعشرين. اعتقد ان هذا الكلام يعني هو من الاساس اعتقد ان هو كان يخالفه الصواب يعني. واتضح من تأجيل المحاكمة انه فعلا كان اه غير صحيح لان في انها خلص المحكمة حتستند الى اه اه الادلة والى التحقيقات واحنا عارفين طبعا طلبات فيه كم الف شاهد مطلوبين للشهادة وامور كثيرة جدا الحقيقة. اه في كل الاحوال يعني مصير المحاكمة وهتسفر عن ايه? ده طبعا في يد القضاء. اه وهنشوف هنشوف الايام اللي جاية هتسفر عن ايه? اه من ناحية تانية فيه طبعا بعض التصريحات اللي اتقالت ودائم كان مرتبط بالخبر اللي بعد. انا ملاحظ الحقيقة ان احنا من اول السنة لحد النهاردة واعتقد كمان لحد يوم خمسة عشرين هنشوف بعض التصريحات اللي هتصدر عن المسؤولين هتكون تصريحات جميلة جدا ويعني برقة وربما اه تنفذ وعود كانت اه موجودة على مدار شهور سابقة وده من ضمنها هو ان المستشار عاصم الجهري مساعد وزير العادل شؤون الكاسب غير المشروع بيتكلم عن ان احنا بنتوقع تسليم حسين سالم وابنه خالد خلال ثلاث شهور واحتمال يسلموا كمان بنته اه في خلال فترة في خلال ايام يعني ممكن بحلول يوم عشرين انها لتكون اه متسلمة اه وان فيه جلسة هتعقد عن طريق القضاء الاسباني علشان يدرسوا اه طلب مصرف انها اه تستلم اه حسين سالم ولأول مرة خلي بالك من حاجة مهمة جدا وكل استاذ المشاهدين لازم يعرفوها مفيش بنا وبين اسبانيا اتفاقية اه صنعية لتسليم المتهمين او اه الهاربين ولكن هنطبق ما يسمى مبدأ المعاملة بالمثل بمعنى ده ده يعني علشان يعني نبعد شوية عن فكرة السند القانوني او القانون الاتفاق اللي بيقول الكلام ده الا وهي ان انتوا لو سلمتونا حسين سالم او احنا كمان هنسلمكم بالمثل اي حد انتوا تكونوا طلبينه في اه قضايا في اسبانيا وبالتالي اه اه تم تكليف اه اعضاء من المستشارين ان هما يكونوا موجودين هناك يتابعوا سير هذه الجلسات بالاضافة الى بعض المحامين الاجانب اللي يعني اه كلفتهم مصر بمتابعة القضية اه اه وربما برضو الايام اللي جاية نسمع حاجة عن استرداد الاموال المهربة في الخارج تمام عايزين اعرف جا في اني اطار عنوان الاهرام اللي هو القرآن يكفى الحقوق الموطنة ويجري من الابتهاد ده بيان طبعا صادر عن الازهر مشيخة الازهر ووثيقة الازهر عن الحريات في الدول العربية واكلموا ان الحريات دي هي اساس يعني اهم حاجة هي حرية الموطنين والمواطنة وحرية العقيدة والحقيقة انا بس عايز اتوقف امام هذه الوثيقة لسبب مهم جدا احنا شايفين في فترة الاخيرة تصريحة كثيرة جدا من قوة يعني تحسب على التاري الاسلامي ربما تكون ارأها متطرفة الى حد كبير شفنا يعني من ضمن الحاجات اللي تقالت ان لا يا جماعة مش لازم نهن المسيحيين بالاعياد وطبعا خرجت بعد كده در الافتاء وخرجت مشيخة الازهر وعلماء الازهر وقالوا يعني بالعكس ده شيء يجوز جدا ووساقه العديد والعديد من الاسانيد النبوية في نفس الوقت احنا بقى هنا هو ده دور الازهر اللي احنا بنتمناه وشايفين برضو تصريحات في الفترة الاخيرة للدكتور علي جمعة فكرة اعلاء المصلحة الوطنية شكل الدولة ان مصر طول عمرها هي دولة لبرالية ولكن وهي دولة اسلامية ايضا وفيها حقوق المواطنة والجميع امام القانون بيكون سواء هل كلام جليل وكلام معقول بس عايزة عن تعليق تفضل لا هو من هنا دي يعني مبدئيا بس دي خطوة كويسة هاي خطوة كويسة بس عايزة على الارض بقى يعني ده مع بداية الكلام عن هذه الوثيقة برضو بيظل الكلام على انها وثيقة استرشادية ده عايزة اعرف مدى جدوى احنا الكلام الاصل والكلام والوثائق وخي ده هاية هي هي خلينا خلينا نقول لنا على الارض ده مرتبط بقى بمجلس الشعب المقبل وتشكلته بس مثلا وقتك ده ممكن تساعد في الدستور هي هو 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 مفروض ان الدستور ينص على هذا الامر وده موجود في كل دستير العالم فكرة الحقوق المواطن والمواطنة وحرية الاعتقال وحرية العقيدة وكل هذه الامور ولكن مجلس الشعب المقبل بتشكلته هل سوف يتطرق الى هذه الامور احنا عندنا وثيقة الازهر وعندنا دستير ايضا كانت موجودة في تاريخ مصر يعني يمكن الاسترشاد بيها في هذا الامر واعتقد ان ده برضو هتكون من الامور اللي عليها معركة في الدستور المقبل ولكن ده زي ما قلت بيتوقف على طبيعة مجلس الشعب وتشكلته وده كمان مرتبط بالخبر اللي موجود معنا بعد كده التحالفات فكرة التحالفات جماعة الاخوان المسلمين الحقيقة وذراع السياسي للجماعة وهو حزب الحرية والعدالة شفناهم في خلال الفترة الماضية في تصريحات كده يعني انه خلاص يعني احنا الاغلبية واحنا اللي همشكل الحكومة والله هيكون شوية بتطع التصريحات فكرة لك لا ما قلناش لا زي هو اللي قال بس انا ما قلتش يعني في السياق العام كان هذه التصريحات هي التصريحات اللي بتتعلم ان احنا يبالينا الاغلبية ونحنا من خلقنا نشكل الحكومة نحن نكون موكد وحنعمل الدستور والى اخر وهيكون لنا نصيب اكبر في لجنة المية اللي هتعمل الدستور من هنا القوة السياسية الاخرى وبنتكلم عن حزب النور السلفي واحزاب الكتلة المصرية والوافد والاصالة والتنمية قررت انها تشكل تحالف لمواجهة ما سموه باستعلاء الاخوان اللي ظهر في الفترة الماضية وفي نفس الوقت علشان يبقى ليهم هما يعني هما هيمثلوا اكبر من خمسين في المية من البرلمان في حالة ان يكون هذا التحالف يعني قوي وحقيقي ما بين مين ومين افنا زي ما قلنا حزب النور السلفي واحزاب الكتلة المصرية والوافد وكمان في اطار ان هما هيفتحوا الباب لأحزاب اخرى لانضمام في الحالة دي هيبقى هما يشكلوا اكتر من خمسين في المية من البرلمان طبعا بس انا عندي السؤال عشو برضو احنا يعني خدينا احنا كأننا احنا من نفهم يعني لو التحالف ده حصل طبا احنا دولات التحالف ده هيبقى ليه جدوى داخل الكوب تحت الكوبة يعني هو هل هيبقى تحالف بشكل رسمي ولا التحالف فقط في الاراء وفي الاتجاهات هو الهدف منه هو ان احنا يعني نستحوذ على اه حاجات مهمة جدا في مجلس شعب الا وهي رئيس مجلس شعب ووكلائه والرؤساء اللجان واقع مناثر اللجان علشان بالتالي اه ما يبقاش في اه اغلبية اه لاخوان المسلمين داخل البرلمان اه ممكن الناس تتخض شوية من الان احنا نسوفوا فكرة النور والكتلة يعني ان احنا في الفترة اللي فاتت اه بصف ولكن ده بيوضح لنا ان الموضوع يتعلق اول ما يتعلق بالسياسة وبالمصالح والمؤامات السياسية في الاساس طيب حنشوف يعني حنشوف لان احنا بلتمنى في الاخر يبقى فيه توازن كلمة هي توازن ما فيش حد يغلب حد هو توازن من القوة السياسية مرحلة حرجة وبعدين لازم برضو يا جماعة نتكلم بصراحة شديدة ان في حالة تخوف كبيرة جدا من صعود التغيرات الاسلامية وصفة عامة هذا شيء طبيعي جدا 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 في اي دولة بتحصل فيها ثورة زي اللي قامت في مصر ان كل القوة اللي كانت بتتعرض الى الاتهاد والكتر هي اللي تصعد ولكن مع مرور الوقت الفيصل هو الشارع والخدمات والدور الرقابي والتشريعي اللي هتقوم بيه وبالتالي قد يظهر مع الوقت ان هذا الرجل المتدين الطيب قد يكون غير ذو جدوى بالنسبة للجوانب السياسية وبالتالي هنتخب غيره يعود تاني الى الادواء والى الاخبار يوسف بوتروس غالي ايه خبر دوته ايه موضوع لندن وانه المؤتمر هو تم الدعوته في كلية الاقتصاد في لندن علشان يتكلم عن الثورة المصرية والحقيقة ده كان شيء غريب جدا وذكرت بعض ال هو الشيء ريب ان هو يدعى الشيء هو يقبل طبعا احنا عايزين بس نوضح للسادة المشاهدين ان يوسف بوتروس غالي وزير الماليال اسبق هو هارب وعليه حكم بتلاتين سنة سجن ودي طبعا اقصى عقوبة لامور تتعلق بفساد مالي النقطة الاهم من ده كله كمان ان فيه ما يسمى بوثيقة حمراء يعني مقدمها مصر للانتربول الدولي بحيث ان هو يتم القبض عليه وتسليمه الى مصر وهذا لا يحدث وده طبعا برضو من الامور الغريبة هو الرجل واضح جدا ان هو بيتحرك بحرية شديدة جدا وبيروح اهوت وبيحضر ندوات وفي احدى هذه الندوات اللي كانت بتتكلم عن الثورة المصرية كان يوسف بوترس غالي بيكلم عن الثورة المصرية فبعض الطلاب اللي موجودين هناك يعني اه قطعوا خلال هذا خلال هذه الندوة وقالوا حتى للكلية يعني نعار عليكم او ان انتم تستضيفوا هذا الشخص اللي يتحدث عن الثورة المصرية بالاضافة لانه اصلا متهم اه زي ما قلنا فاضطر امن الكلية ان هو يخرجوا من احد الابواب الجانبية ويمكن ده اه يعني انا انا كنت حابة بس نحن نتكلم بعدين على طول على الخبر بتاع ايمان نور ومندوح حمزة من الصفر يعني اه طبعا المهندس من مندوح حمزة هو خارج مصر لانه اه يعني مريض وبيتعالج بر مصر وبالتالي اه فمسألة اه الملع من الصفر هتكون على الدكتور ايمان نور اللي هو مؤسس اه حزب الغدوة ولكن هنا الحقيقة فيه حاجة غريبة شوية يعني المفروض ان الناس دي كانت مع الثورة ومعتبروا من من رموز هذه الثورة صورة 25 يناير اه اتمنعهم من الصفر وتم استدعاقهم للتحريق معهم اه في بعض الاتهامات خاصة بالتحريط في احداث مجلس الوزراء الاخيرة وبالتالي اه تم الافراج عن ايمان نور اه اه وان هو بعد كده هيخضع مرة اخرى تحيوة وتم منعه من الصفر في المقابل شايفيني سبوتر صغالي الراجل بتحرك وراجل يعني ده راجل متهم وعليه حكم يعني مش مجرد بس متهم لأ ده كمان عليه حكم وبيتحرك بكل حرية ده سؤال يعني اتمنى من القائمين على ادارة شؤون البلاد ان هم يجابون عليه من ضمن الاسئلة يعني هو فيه اسئلة كتير يعني طيب رفع معاش اسر الشهداء الثورة الى 2950 جنيه برضو ده بيخش في الاخبار الجميلة اللي احنا هنسمعها لحد يوم 25 يناير اه ولكن الاهم هو فكرة الالتزان بتطبيق وتنفيذ هذه الوعود اه والحكاية كلها ان كان فيه اجتماع مع دكتور كاماري جنزور رئيس مجلس الوزراء قرر من خلاله رفع قيمة المعاش لأسر شهداء الثورة من 1750 جنيه الى 2750 جنيه واللي اصابوا بمثلا بعمى او شلل اه كامل يعني اه حيكون النفس المعاش تقريبا اه مع توفير وظائف وتوفير اه العلاج داخل مصر وخارج مصر وتوفير اه شقق لمن اه يريدون وتم ويعني طلبوا من المصابين ان هم يعرضوا حالتهم الصحية على الكوميسيون العسكري اه لاتخاذ الاجراءات اللازمة اه مش امنهم اه طيب اه الحياة حنختار خبر من الخبرين اللي جايين عشان عند وقت يعني خلينا نتكلم في فكرة تلات احتفالات كبرى في الذكرة الاولى لصورة 25 اماما ايضا بس هلت تعليق صغير ايضا تعرف بفكرني بايه ايام بذل لما كن ايام 25 امام عايد الشرطة تماما الاحتفال بعيد الشرطة ده الاهرام مصر اليوم اه مصرات وانقلبات ودعوة للتظاهر يعني ده اللي احنا موجودين فيه اه وبالتالي الناس كتيرة قوي فيه ناس عندها حالة رعب شديدة جدا من يوم 25 وفيه ناس مطمئنة ومتفالة جدا من يوم 25 وفيه ناس حذرة يعني زي كده انا يعني ايام محايد من الموضوع لان احنا قدام تلات وجهة نظر وجهة النظر الاولى احتفالات وتم التنسيق مع اللواء اسمالي ياتمان عضو مجلس اعلى قوات المسلحة اه وبعض شباب الثورة انها هيكون في احتفالية في ميدان التحليل واحتفالية اخرى في استاد القاهرة اه يعني هيكون فيها اه مباراة بين فريقي مصر منتخبي مصر وتونس وان كان منتخب تونس قال انهم شقدر يكون موجودة علشان يعني عنده ارتباطات اه اخرى اه وحفلة اخرى هتكون موجودة في في على ما اتذكر في دار الابرة اه ده ابتجاه احتفالات احتفالات بعيد الثورة من ناحية تانية هيكون فيه مظاهرة بتطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين ولكن في بقى حاجة تالتة وسيناريو تالت هو سيناريو الاعمال التخريبية ومخطط احراق مصر يوم اه خمسة وعشرين يناير فاحنا قدام التالت اه حاجات يعني ولكن وفي برد وجهة نظر بتقولك يعني يعني هنحتفال بقى بعيد الثورة مع الثورة معنش احنا نتافل بعيد الثورة احنا نتافل حاجة لما تخلص بالزبط دي كلها امور وقصر الصورة ما خلصتش بس يعني ده وجهة نظر يعني انا مشكلة الحقيقية انا مشكلة الحقيقية وده واضح جدا من بعد اسقاط رأس النظام السابق رئيس السابق حسني مبارك هي فكرة ان احنا نخش دايما في مسائل تفصيلية ومسائل فرعية وبنشغل على عن الحاجات الاهم اللي احنا لازم نتناقش فيها احنا عاملين نتكلم على يوم خمسة وعشرين يناير بقى هنعمل ايه بقى؟ هيبقى عيد الشرطة هنخلصنا بقى خلصنا ولا هيبقى عيد الثورة هيبقى احتفالات ولا هيبقى مظاهرات ولا هيكون فيه مخربين دي كلها امور بتتقالي الحقيقة لكن احنا ما بنتكلمش مثلا عن حاجة تتعلق بوضع الدستور دستور ما بنتكلمش على شكل النظام اللي هيحكم مصرح يبقى عامل ازاي صلاحيات رئيس الجمهورية هتبقى عامل ازاي صلاحيات مجلس الشعب اللي هو المفروض ان هو بيكون حاجة منشأة من الدستور ولكنه سبحان الله يعني نشأ وهو اللي هيحط او هيشارك في وضع الدستور كل دي امور الحقيقة واشكاليات مهمة جدا ولكن احنا بعيدين كل البعد عنها ونتكلم فيه امور كثيرة جدا فرعية طب دي ده غلطة مين يعني ده غلطة الاعلام ولا هو مقصود مش غلطة الاعلام يعني اصلا انت لما تلاقي الاعلام كله في وقت واحد بيتكلم على اشياء اشياء واحدة فيعني بالاضافة الى طبعا فكرة الشعاعات كمان اللي موجودة واللي ممتشرة جدا طول الوقت وانا طول الوقت تقول للناس يا جماعة يعني فلتقوا الخيرا مخطوة الحقيقة في الحاصل ده ولكن اللي انا عرفه ان كل الاطراف لازم تتفق على شيء واحد وهو ان يخرج هذا اليوم دون اي خسائر زي اللي احنا شوفناه في احداث سابقة علشان نشوف بقى الطرف التالت ده اي قصته بالظبط والله والخافي والحاجات اللي احنا نسمعها النقطة التانية المهمة جدا الحقيقة هو التطمين يعني لازم يكون فيه تطمينة للشعب المصري ان هذا اليوم سوف يمر بسلامه دون اي مشاكل ان شاء الله وده دور الاجهزة الامنية وبالتالي ما ينفعش الاجهزة الامنية مثلا تقول احنا هنسكوا تحتفلوا واحنا ممناش دعوة هنروح نأمن المنشآت الحيوية والمباني وده حتى كان واضح في بعض رسالة المجلس العسكري والناس كانت فيه بعض السخرية منه يعني لو انت في اي مشكلة يعمل نفسك مبنى وشوفنا التعليقات السخيرة دي على فيسبوك وعلى تويتر من ناحية تانية لازم كمان وده بيقوم بيقى تلافات الثورة والشابة بالحقيقة انهم بيطمنوا الناس ان احنا طورتنا بدأت ثورة سلمية وسوف تستمر على سلميتها في كل اللي حول نتمنى ان اليوم ده يعدي على خير وان ما يتمش فيه اي شيء يفسد فرحة المصريين بالثورة وبالذكرى السلمية الاولى لي ان شاء الله لو في مقامة فيه مقيمانية للحركة وكده وابتاعك هتبرو سعيدة وسلم محمد وكانت سارتين لطاف الحقيقة معاك عشان مش هشفك تاني غالبا ان شاء الله باذن الله بعد التخريبات وكده طيب احنا منشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا واحنا هكتفي بتعليقات سيد الصحفي محمد طرعة الهواري اعتقد هي خير تعليق على اللي جاي خلينا نشوف طيب هنروح لفاصل ونرجع تاني خليكم معنا